حضرت نهائي بطولة كأس العالم للعبة بوب جي لعام 2023 والجائزة كانت 3 مليون دولار ما يعادل 11 مليون ريال تقريبا وأكيد أشكر شركة انفينيكس اللي سوت لهذه الدعوة واللي كانت أحد الرعاية المهمين في هذه البطولة والبطولة كانت في اسطنبول وطبعا الأجواء باردة جدا لكن جميلة والجميل إننا نكون بنفس الفندق اللي فيه اللاعبين يعني شفنا تجهيزاتهم واستعدادهم للمبارايات النهائية ووصلنا المقر الحدث ومشاء الله الجمهور كان كبير بشكل ما توقعته وكان التنظيم أكثر من رائع والحلو إن كان فيه تحديات مسلية تخص لعبة بوب جي تسويها قبل تبدأ المبارايات وإذا خلصتها كلها يختموا لك على الورقة وبالأخير تحصل على هدية لطيفة والرهيب واللي ما كنت أعرفه إن جميع المتسابقين راح يستخدموا بالبطولة جوال انفينيكس جي تي تيم برو وطبعا هذا الجوال غني عن التعريف وسويت لكم عنه فيديوهات من قبل ويعتبر أفضل جوال ألعاب سعره اقتصادي وشكله مميز وبصراحة جدا عجبني هذا اللون وتحسه فخم وطبعا كان فيه منطقة خاصة فيها إجهزة انفينيكس تقدر تجربها وتاخد فكرة عنها وبعدها بدأت المبارايات وكان عدد الفرق المتأهلة للنهائي 16 فريق منهم الفريق التركي اللي كان الجمهور مولعها وهو يشجعهم وكان عدد الجولات ستة وبأول جولة فاز الفريق الكوري والجولة الثانية والثالثة فازوا فريقين من دولة منغوليا والرابعة فاز الفريق الصيني وآخر جولتين كانت نارية وكلنا مترقبين أي فريق راح يفوز وياخذ الجائزة الكبرى وبعد مباراة قوية جداً فاز الفريق اللي من دولة منغوليا بالجائزة الكبرى وبصراحة يستحقوا بجدارة لأنهم فعلاً أبدعوا بجميع الجولات وشي المميز إنه نقدرنا ننزل الستيج مع فريق انفينيكس وقدرنا نصور الكأس وغيره وناخد جولة بالمكان وآخر شي طلعنا تعشينا مع فريق انفينيكس وجابوه لنا صندوق غريب المهم كانت الأجواء جداً رائعة ومن جد انبسطنا وعشتنا تجربة مميزة ومو دايماً تتكرر وأكيد أشكر شركة انفينيكس على الدعوة وأشكرهم على حسن ضيافتهم واهتمامهم بأدق التفاصيل ورد أمود أن أشكر في أشعركم في هذه المهنة ولم تأكيد أني عفيد من أشعركم أعتقد أنك سؤلتنا شخصص على شعرها لدينا شعرات لدينا وإضافان نحن نشعر جمبر ونحن نحن تريد بيش ويشتركوا في القناة ويشتركوا في القناة وإنفنقصت في مقابلات تجربة من المبتدروني شكرا